السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي سؤال بيقول انا شغالة في التسويق ومنتخصها في كتابة بوسترات لش سوشال ميديا اعمل ايه باي عشان البرامج يسعدني بكل بساطة تمام هتديله المهمة واكتبها له واشوفها يرد ايه وابدأ ان انا اصلحه بمعنى انا عم اطلب مني اعمل اعلان عن منتج مصري مثلا حاجة سعى تمام او لبن خلينا نتكلم في اللبن فهتديله المواصفة اتقول له والله انا عايزك تعمل لي حملة تسويقية عن كذا 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 بس كده يعني هاخد بالكلام كوي بيست وخلاص انا لأ هضلك عندي خبرة في كتابة البوسترات السوشال ميديا ما عنديش انا الخبرة دي لما هجيلك الاجابة هتتدر تعدال عليها هتقول له لا خلي بالك ان الناس ما تحبش الموضوع دوت رأي خلي بالك ركاز لع النقطة دي خلي بالك اعمل كذا انا بالنسبالي هاخد الكلام وحطه لان انا مش بحترف فالعميل بشيب اراضي عن الشغل اكتعي الزكاية للصناعة هيديك حاجة واو روعة لكن اللمس الفنية او اللمس الانسانية دي بتفرق طبعا احنا كنا نتكلم على الموقع دوت تماما حاليا دولت في موقع عربي فانا هعمل الكلام على الموقع العربي اللي هو كاتب وستبلغوا الرابط اسفل الفيديو وممكن تعمله انت باع لأي برنامج يعني لو انت حاببت تعمله نفس الكلام بالكوبي بيست تروح هناك هتلاقي كل حاجة موجودة الموقع اللي هكما نتكلم عليه في حاجة خاصة هو بالسوشيال ميديا وحاجة خاصة بالاي اي اي رايتر انا هاجي هنا بقى كاتب ده مستو انه هو بيبقى عربي وانجليزي في نفس الوقت والعربي بتاعه كويس الموقع التانية العربي بتعتمد على الزكاية الصناعة في الترجمة انما هنا هو الموقع اصلا عربي فبيكون ادى بتاعه يعني افضل الى حد ما طيب ممكن تيجي هنا هتلاحك كتير جدا متخصصة يعني ممكن تلاقي كاتب رايتر وتلاقي كاتب شات وتلاقي الديزاين تمام انت عايز ايه بقى منه طيب ممكن اقوله ايه اريد حملة اعلانية لمنتج لو انا مبتلو اريد حملة اعلانية لمنتج البان وسكت هيديني حاجة ممكن تكون كويسة لكن الافضل ان انا المنتج لبن يمتاز بانه طبيعي ودسم وفي الرجيم يعني اكتب المزايا الصح اللي موجودة فيه تمام طيب هدوس انتر ونشوف ايه لا يحصل طيب يقولي بقى ايه على ما هو يطلع النتيجة بيقولي انت عايز الوصف والهدف تحسين معرفة الجمهور بالمنتج ده زيادة الوعي زيادة المبيعات بنسبة معينة تحسين المبيعات تحديد الجمهور المساهدف تصميم الرسالة الاعلانية ده مغاني الفاتام النات اختيار صحي العائلتك انا بالنسبة لي اختيار صحي العائلتك ده جميلة بقولي انت ممكن تسعين بالعادة التلفزيونية ممكن وسائل التواصل الاجتماعية حاطيلي خطة كاملة للدعاية ابدأ مثلا انا بش عايز كده انا عايز حاجة معينة اريد جملة مميزة مثلا 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 انا ده الجملة اللي عجبتني طيب خلينا اقول له بقى كده في الاول وده مهمة جدا تخيل انك مسؤول دعاية هاي خلي بقى يركز على مدار الدعاية وبعمل حكوة هاي هنا بقى بسألك هل انت عايز حاجة اه 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 افريندلي طيب ممكن تكون السيغة افريندلي افضل وهكذا تبدأ تشوف الاختيارات المناسبة للدعاية والعلم تحتك فبدأ اكتب لي هو تحديد الهدف من الحملة و الوصف اكتر اختيار صحيه لعائلتك مثلا اعمل لي الحملة المميزة للحاجة اللي انا عادي فهدي مثال لنتقدر تستعين بالذكار الصناعي فتح اهدافك ايا كان بقى انت مدير انت مدرس كل واحد ممكن ان يستعين بالذكار الصناعي لكن الاول والاخير خليها تعدي عليك يعني ما تبقىش تتاخد الحاجة وتقولها من غير ما تعدى على العقل لازم تعدي وتتفلتر وتصلحها حسب تخص بتاعك لو انت مدرس مثلا في معلومة غلط او في معلومة باش هتوصل للطلاب انت برضو تطور في الحاجة اللي هتوصلها للطلاب اشتركوا في القناة